بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم متابعين الكرام بدرس جديد ومواضيع جديدة من مواضيع منهاج السيم اي بحب ذكر أنه مستمرين معكم بستودي يونت وان اللي هي بعنوان الالكسترنال فينانشل ستيتمنت عند ريفينيو ريكوغنيشن وأيضا اليوم ان شاء الله حنبتدي بموضوع جديد بالصبع يونت 6 اللي هي بعنوان الربينيو from contracts with customer الإرادة المتحققة لتيجة العقود مع الزباع إذن the core principle is that an entity recognizes revenue for the transfer of promised goods or service to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in the exchange إذن المبدأ الأساسي the core principle في أنه المنشأة تعترف بإراد بيع السلعة والخدمات للعملاء بمبلغ amount that reflects the consideration to which the entity expects to be entitled in the exchange إذن بمبلغ يعكس ما قدمناه للعملاء والزبائن من خدمات والسلع يعكس المبلغ وما تتوقعه المنشأة الحصول عليه من بيع هذه السلع والخدمات في الماركت إذن لدينا below is the five step model for recognizing revenue from the contract with the customers إذن لدينا خمس خطوات five step هي model هي مثل نموذج نموذج الاعتراف بالإيراد ما يخص العقود مع الزبائن step number one الخطوة الأولى identify the contract with the customer تحديد أو تعريف العقد مع الزبائن قد يكون لدينا contract واحد أو عدة عقود many contracts مع نفس الكوستمر الخطوة الثانية identify the performance obligation in the contract تحديد أو تعريف تنفيذ أداء تنفيذ الالتزام في عنا بالcontract ملتزمين في عنا obligations ملتزمين بيتقديم سلعة أو خده معين إذن يجب أنه نحدد تنفيذ أداءها لهذا هذه الالتزام اللي علينا تحديد الالتزام تحديد تنفيذ الالتزام تقديم سلع بمواصفات معينة تقديم خدمة هذا obligations performance obligations أداء الالتزام أوكي وأيضا step number three determine the transaction price تحديد سعر السفقة اللي بتضمنه هذا الالتزام وإيضا step number four all okay the transaction price to the performance obligation in the contract عنا مثل ما لدينا بالcontract يجب أنه نقدي هذا الالتزام ننفذ هذا الالتزام اللي علينا ولدينا السعر بالخطوة الثالثة لدينا السعر تحديد السعر وبعض الأحيان قد يتضمن الcontract الواحد many obligations يضمن يكون لدينا عدة التزامات في العقد إذا لكل التزام يجب أنه نخصص له all okay price أوكي هذه الخطوة هذا الالتزام له سعر كذا لهيك لنا all okay تخصيص أو ربط خلنا نقول ربط بين obligation والسعر طبعا في النهاية لستيب نمبر 5 منعترف recognize revenue when or as the performance obligation is satisfied نحن منعترف في الإيراد منقول الآن حققنا revenue okay ومنعترف فيه طبعا عندما نفذ هذا الالتزام يتم تنفيذه على كما هو في العقد okay كما هو محدد في العقد الآن نحن نبتدي طبعا نشرح كل خطوة من هذه الخطوات الخمسة بالتفصيل okay ولحن نبتدي الآن بستيب نمبر 1 اللي هي identify the contract with the customer تحديد أو تعريف العقد مع الزمن إذن a contract is an agreement العقد هو اتفاقية between two or more parties بين الطرفين أو أكثر that creates enforceable rights and obligations هذا العقد هاي الأجريمنت توجد لدينا حقوق والتزامات واجبة النفاذ واجبة التطبيق okay حق تقديم السلعة أو الخدمة وفي نفس الوقت نحن منحقنا أنه ناخد نستلم العائد مقابل هذه السلعة والخدمات الكون سيمر معنا مصطلح هو المصطلح بمعنى المقابل المقابل لماذا نحن قدمنا السلعة والخدمات سنحصل بالمقابل على عائد إذن هذا بنسمي العائد النقضي المقابل لهذه السلعة والخدمات طبعا نحن لحتى نعترف بالإهراض في عنا معايير عنا أربعة معايير four criteria لأ يجب أنه تتحقق هاي المعايير يجب أنه تتحقق طيب نحن طبعا أنا يعني حتى يكون في ربط وتكون الأمور متل سلسلة طيب في حال الآن حنتطرق لهم الأربعة criteria طيب في حال لم يتم تطبيق هاي criteria four هل نحن نعترف بالإيراد كيف نعترف بالإيراد طبعا كل هاي الأجوبة سنجاوب ها الآن لكن دعنا نبتدي أول شي بال ريفينيو is recognized for a contract with the customer if all of the criteria are made في حال تحققت هذه المعايير هون نحن نعترف بالإيراد أول معيار the contract was approved by the parties أول معيار أنه الأطراف وقعت على العقد وعطت approved وختمت الشركات جنب التوقيع وفقنا على بنون العقد وفقنا على تزويد السلع والخدمات وبمقابل معين كل هاي الأطراف ضمن العقد وافقت عليه الخطوة الثانية العقد له جوهر تجاري في العقد يضمن عملية بيع سلع أو تقديم الخدمات وبالمقابل نحن نحصل على income وبالتالي حنحقق بروفيت إذن هذا البروفيت وهذه العمليات البيع وشهراء هاي إلها جوهر تجاري لها جوهر تجاري ومثل مثلا لما نقدم خدمة مثل هبة أو تبرعات هاي ما بيكون إلها أثر تجاري ليس الهدف ها هدف تجاري بينما بهذه العقود اللي نحن نحن عم نبروها مع الكوستومر هون في عنا أثر تجاري في ربح من نحقق أما ما يخص الشركات الغير ربحية أو المؤسسات الغير ربحية هذا موضوع الثاني المعيار الثالث كل طرف من أطراف العقد إلى حقوق ما تتعلق بتقديم السلع والخدمات وأيضا ما يتعلق بشروط الدفع شروط الدفع هل نحن يجب أنه تتحدد ضمن الكونتراكت هل نحن هندفع كاش هل نحن هندفع بالكريديت أوكي هل حيكون عملية الدفع دفع واحدة أو على أقصات كل هاي يجب أنه تتحدد لحتى نعترف بالإيراد يجب أنه تكون موجودة هذه البنود المعيار الرابع أوكي إذا إذن نحن عندنا احتمال كبير 95% حنحصل هذا المبلغ هل ما اقول ان نوقع عقول مع اطراف تاني نحن عندنا شك هاي الاطراف على قدرتها على السداد طبعا لا اذا اي يعني انه الاحتمالية هتكون هتحدث في المستقبل اي ان التحصيل هيحدث في المستقبل اي ان احتمالية حدوث التحصيل اكبر من احتمالية عدم التحصيل اذا هاي الكراتيريا في حال تحققت هون نحن منعترف بالايران عندنا اربعة معايير تحققوا منعترف بالايران الان if the criteria described above are not made في حال هاي الكراتيريا اللي ذكرناها قبل ثوانه ما تحققت شو النتيجة اللي حنحصل لها اذا 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 لها يمكن تقدير امكانية التحصيل بشكل موثوق اذا ما تحققت هاي الكراتيريا لن يكون عنه امكانية بتحصيل المبلغ بشكل موثوق او باقي المبلغ بشكل موثوق او استلمنا مبلغ وهذه المعايير لم تتحقق هذا المبلغ لا نعترف به كإراد هون الكراتيريا هدول اللي ذكرناه هون الآن في واحدة من هون أو جميع هون ما تحققوا إذا ما بنعترف بالإراد طيب في حال استلمنا مبلغ معين من الطرف الثاني هل بنعترف فيه كإراد؟ لا بنعترف فيه كونه liability كونه التزام التزام علينا يوضع بالبالنس شيت في قسم liability ما بنعترف بإراد غير لحتى تتحقق هذه المعايير طبعا وضعناه بال لحتى تتحقق الشروط مثل كمثال على ذلك مثال نبسط الأمور أكثر لما نستلم مبلغ ونحن لسه ما قدمنا من خدمة استلمنا مبلغ advance وضعناه ضمن الـ بقسم liability إلى أن نقدم القدمة إلى أن تتحقق هذه الكراتيريا إذن هنا نعترف بالـ لم تتحقق هذه الكراتيريا إذن هو obligation ضمن liability التزام علينا ضمن liability بالـ بالانس شيت حسناً حسناً وقعنا عقد ترى ديروا بالكون في عنا هذا المبلغ غير قابل لاسترجاع حسناً هذا المبلغ الغير قابل لاسترجاع متى من نعترف فيه كإراد في الحالات التالية العقد اتفقنا على انهاءه يا جماعة الخير خلاص لأي سبب من الأسباب أنهينا العقد هون هذا المبلغ الـ non-refundable إذن هذا صار نعترف فيه كون الإراد خلاص انتهى عقدنا لآن نحن منحقنا أنه نعترف بهذا المبلغ كإراد وإيضاً في الحالة التالية control over the goods or service was transferred to the customer and the entity has stopped transferring additional goods or service to the customer وأيضاً and has no obligations to transfer إذن هون في الحالة التالية عميئنا أنه الشركتنا خلاص أوقفت تزويد العميل الزبون بالسلع والخدمات ونحن غير ملزمين ما في عنا الزام لإلنا أنه نستمر بتزويده بسلع وخدمات إضافية هون هذا المبلغ اللي هو non-refundable نعتبره بالحالة التالية the entity has no obligation to transfer goods or service and has received substantially concentration from the customer هون بالحالة التالية عم بيئنا أن الشركة غير ملزمة ما في عندها التزام no obligation أن تأدي سلع وخدمات للعميل ونحن استلمنا الشركة استلمت العائد من السلع والخدمات اللي قدمنا له إياها من قبل بشكل جوهري أوكي قدمنا له إذن هذا المبلغ non-refundable نعترفه كrevenue في حال ما يخص السي أنه خلاص نحن غير ملزمين الآن بتقديم سلع وخدمات للزغون وبشكل عام المبلغ أو الخدمات اللي نحن قدمنا لك إياها من قبل حصلنا عليها حصلنا على قيمتها بشكل جوهري إذن هذا المبلغ non-refundable نعترف فيه كربين الآن في عنا موضوع ثاني اللي هو contract modification exist عنا عقد موجود أوكي عملنا له تعديل عدلنا في طيب متى منعمله تعديل when the parties approved a change in the scope or price of a contract لما الأطراف تتفق بتوافق على هذا التعديل إما منعدل من نطاقه كنا متفقين على تزويدهم بخمسين مثلا قطعة الآن عدلنا إلى أصبح إلى مئة قطعة وأيضا لبرايس كنا متفقين على سعر معين فرضا للقطعة خمسين دولار الآن صار سعرها خمسة بسبعين دولار إذن غيرنا لسكوب عن برايس لكن هذا التغيير بعض الأحيان بعض الأحيان منعتبره أو منحتسبه كعقد منفصل في حال تحققت الحالات التالية نطاق هذا التعديل زدنا بالكمية زدنا بالعدد وزاد زادت السلع والخدمات الإضافية اللي كان طالبها للزبون وهي السلع والخدمات الإضافية اللي عدلنا فيها العقد هاي السلع وخدمات عم نزوده سلع خدمات وخدمات مميزة واضحة المعالم يعني كمثال عليها نحن شركة صيانة عامة طلبوا مننا أحد المراكز التجارية تقديم خدمة الصيانة صيانة الأي سي المكيفة في المول وحبوا بعد فترة بدون يععدلوا بدون يععملوا التعديل على العقد قالونا يا جماعة الخير أنتم شركة صيانة ونحن نتعامل معكم بدنا نعدل هذا العقد معكم وبليز ساوونا صيانة كمان للإلكتريكت يا جماعة الخير نحن متفقين معكم على أحد المقصودة والخدمة التانية على صيانة الأي سي سيرفس أي سي مينتنانس طب الخدمة التانية اللي أنتم تطلبوها المينتنانس في إلكتريكت صيانة الكهرباء داخل المراكز التسوق هاي خدمة دستينكت هاي خدمة مميزة هاي خدمة نحن نعتبرها سيبرت كونتراكت عقد منفصل هاي ما فينا ندمجها ما فينا نعدل هون نعتبره عقد منفصل إذن هاي ضل مقصود ما هي خاصة دستينكت goods or services that are distinct سلع وخدمات مميزة عدلوا على سلع وخدمات إضافية لكن هاي السلع الخدمات الإضافية مميزة تختلف عن السلع والخدمات اللي نحن متفقين عليها هون منحتسبو كون عقد منفصل أوكي وأيضا الحالة التانية the price of the contract increase by by consideration among that reflect the entity stand alone selling price of the additional promised goods or services إذن كمان السعر سعر العقد ما يخص التعديل عليه زاد بمبلغ نحن هاي الخدمة اللي أنتو طلبتوها أو هذا التعديل اللي أنتو طلبتوه هذا إنه سعر لحال يعني ما تدمجولنا نحن متفقين على خدمة الـ AC أوكي تقديم سلعة لصيانة المكيف أوكي وتقولونا الآن صيانة كهربة كهربة المون إذن هاي خدمة لها سعر وسعرها كأنه عقد منفصل كأنه سعر لعقد منفصل أوكي إذن هذا هو المقصود تحديد ما يخص متى نعتبر أنه هاي التعديل الموديفكيشن كونه عقد منفصل أوكي في عنا مثل ما عنا شرطين الآن ننتقل لستيب نمبر 2 إذن تحديد التحديد التحديد الأداء الالتزام الواجب تنفيذه أو الالتزام الواجب أداءه في العقد نحن موقعنا على العقد ملزمين أنه نقدم سلعة وخدمات ومواصفات معينة ننفذها نعمل أداء لهذا الـ وفقا للعقد المبرم مع الجهة مع الطرف الآخر إذن أبروميس 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 سوري أبروميس 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 إذن الأداء تنفيذ الالتزام لدينا بحيث أنه نقدم سلعة وخدمات لدينا عنها مميزة مثل ما إننا مميز السلعة وخدمات مميزة أو أبروميس أبروميس طريقة كونها سلسلة كونها سلسلة كونها سلعة نقدمها بتسلسل إذن طبعا أبروميس 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 وأيضا طبعا هاي السلعة اللي نحن نسميها دستينكت هي سلعة يعني مميزة عن باقي الخدمات الموجودة بالعقد أو باقي السلع اللي نحن عم نقدمها في العقد أوكي إذن هاي أول أول يعني بند فينا نعتبر إنه هاي السلعة فيها إنه فينا عم نستخدمها ونفصل أو مع سلع أخر عادي ما بتأثر على على شيء يعني كمثال لما إنت تشتري مثلا سلعة عم تشتري أميس ممكن هذا الأميس تلبسه مع أي بنتلون بتشوفه مناسب عليه عم تقدم عم تشتري سلعة مميزة الأميس سلعة دستينكت باستخدمها الآن وباستخدمها بأي زمان ومع أي بنتلون ثاني غير مش مع بنتلون معين أو مع قطعة معينة أو لغرافتا ونلبسها مع أميس معين وممكن نلبسها مع أي أميس ثاني إذن هون السلعة هي دستينكت إلها ملامح منفصلة إلها ملامح معينة واضحة وأيضا لدينا الآن The entities promised to transfer them to the customer separately Identifiable from other promised in the contract distinct نحن نقدم هذه السلعة بشكل منفصل نحن نقدم سلعة أو خدمة صيانة التكييف غير عن خدمة صيانة الكهرباء هذه السلعة، هذه خدمة، وهذه خدمة ثانية حتى لو كان العقد يتضمن تقديم هذه الخدمتين لكن كل واحدة فيهن دستينكت حتى لو كان عنا عقد واحد عبر منها فرضاً مع المركز التجاري بصيانة المكيف، التكييف، الأي سي والإلكتريك، كل واحدة فيهن خدمة خدمة مميزة دستينكت، كل واحدة إلها يعني فينا نعمله أولئكيت، عم نخصص لها عم نربطها ببرايس معين سعر معين، إذن السلعة والخدمة يمكن تحديدها بشكل منفصل سعر معين، السلعة والخدمة يمكن تحديدها بشكل منفصل نميزها عن السلعة والباقية الموجودة بالعقد هاي السلعة منقدمها، ما عم نكون فيها تعديل موديفاي أو كوستومايز، أو عم نخصصها لزبون معين هاي السلعة ممكن نبيعها لأي زبون تاني، ما عم نخصصها لفلان لزبون معين، أوكي، هون منعتبرها هاي السلعة هاللي إلها هاي الخاصية هاي، أوكي، إنها سلعة منفصلة منقدر لأي شخص نبيعها، منقدر هاي الخدمة لأي شخص نقدم له إياها، ما بتخص شركة معينة، ما بتخص شخص معين، هون منعتبر هاي السلعة سلعة وخدمات يمكن تحديدها بشكل منفصل اوكي، وأيضاً is not highly depends on or highly interrelated with other goods or service promise on the contract هي ما إلها ارتباط أوكي، أو علاقة مع السلعة والخدمات اللي بتضمنها بيضمنها الكونتراكت نفسه مثل ما قلت لكم سلعة أو تقديم خدمة الصيانة للأي سي غير مرتبطة بتقديم خدمة خدمة الصيانة الكهرباء ولا بيعتمدوا على بعض هاي خدمة منفصلة على هاي الخدمة لا تعتمد على هاي كل واحدة خدمة لحالها هون منعتبر اذا كل خدمة يمكن تحديدها بشكل منفصل لها ملامح منفصلة اذا 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 بعض الاحيان الكونتراكت العقد بيضمن حق او خيار للعميل انه يحصل على خدمات فري على خدمات بديسكاونت على كيبونات لحتى نحفز مبيعاتنا ونشط مبيعاتنا طبعا جماعة الماركتنج بيعرفوا فيها ما يخص السيلز انسنتيبز تحفيز المبيعات ونشط مبيعات اذا حقا جاءتها اذا حقا جاءتنا لحقا جاءتها او خدمات او خدمات هاي الخدمات ملموسة أو إلهام يعني ممكن يلمسها وشيء مميز هذا بينتج عنه هذا بينتج عنه أنه نحن حيكون عنا التزام منفصل نحن وعدنا أنه إلك الخيار بخدمات مجانية أنت طلبت الآن خدمة صيانة مينتيننس ما يخص الأي سي نحن سنعطيك خدمة معها بأنه مثلا نعمل تنظيف الفلاتر فرضا إذا هذا وعد أنه إذا طلبت منه أنه مثلا نعمل صيانة تنظيف الفلاتر فرضا إذا هذا صار التزام إذا النتيجة بتنتج عنها صار عنه التزام خلنا نقول منفصل منفصل في العقد عقدنا بيتضمن صيانة صيانة المكيفات وعطينا أنه من حقك أنه إذا شفنا مثلا بيحتاج الفلاتر الـ AC إلى تنظيف نحن نقدم لك ياه كمان هاي الخدمة مجانا إذا هذا صار التزام عنينا وفرنا له حق الآن ننتقل لستيب نمبر ثري تحديد سعر تحديد سعر الصفقة هاللي موجودة في العقد إذن إذن السعر الصفقة أو السعر العقد هو بيعكسنا المبلغ اللي نحن حنحصله من تقديم السلع والخدمات قدمنا سلع وخدمات للعمين حنحصل بالمقابل على مقابل على عائد هذا العائد هو ما يخص اللي نحن منتوقعه بالحصول عليه من تقديم هذه السلع والخدمات لكن هذا السعر سعر ما يخص الصفقة أو العقد إذن هذا السعر ما يخص سعر الصفقة أو السعر اللي اتفقنا عليه بالعقد منستبعد منه المبالغ اللي نحن منحصلها للطرف الثالث الطرف الثالث هي الضريبة أوكي الهيئة الهيئة الضريبة نحن عم نحصل من زبون مبلغ أوكي هذا المبلغ 5% منه Vata Mount مبلغ ضريبة القيمة المضافة هذا المبلغ القيمة الضريبة المضافة نحن ما منضيفه ضمن سعرنا أوكي بيكون سبريت أوكي بيكون سبريت منستبعده من سعر العقد هذا مش لإنه هذا لجهة الثالث الطرف الثالث نحن نحصله منك ونعطيك فاتورة طريبية Tax Invoice إذن هذا الجزء نحن لا يكون متضمن ضمن سعر العقد وأيضاً أي خصومات قسائم ميزات عم نعطيك كريدت عم نعطيك أنك تشتري على الحساب كونك أنت عميل مميز لأنه طبعاً كل هذه الخصومات التي تقلل سعر المعاملة هي لا تتضمنها سعر المعاملة لا تتضمنها سعر العقد دعنا نقول إذن هذا السعر اللي بيحكس العائد من تقديم السلعة والخدمة إذن في عنا حالتين منستبعد منهم أول شيء إذا كنا عم نحصل مبلغ لثيرت بارتي لهيئة الضرائب هذا ما يتضمنه سعر العقد وأيضاً ما يخص الخصومات اللي عم نعطيها من كوبونز وكريدت وفاوتشار اللي بتخفض سعر العقد هاي طبعاً ما بتتضمن سعر العقد وأيضاً وأيضاً لتحديد سعر العقد أو سعر المعاملة اللي بيضمنها العقد يجب على المنشأة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عنا أثر للقيمة الزمنية للنقود الآن الدولار سعره ليس كسعر الدولار يعني عم تتغير قيمته خلال فترة زمنية الدولار الآن ليس سعره كما سعره قبل خمس سنين أو سبع سنين أوكي ولن يكون كما بعد خمس سنين إذن هم في قيمة زمنية للنقود هاي القيمة عم تتغير من فترة إلى فترة أوكي وأيضا لدينا الـ وهناك أيضا ما يخص السعر نحن طبعا الآن بالـ في أمور أو في عائد نحن عم نقدم سلع وخدمات وعم نحصل من مقابل على بعض الأحيان هذا العائد لهذا السلع والخدمات بيكون متغير كيف بيكون متغير طبعا نحن نجيها بالتفصيل لكن أنا حابب انتقل لإلها من الآن حتى تكون الصورة واضحة المقابل المقابل للسلع والخدمات أول واحدة هي الـ رفاون لإرهاب 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 وإرهاب لإرهاب أي يعني الكوستمر عطينا الحق بترجيع أنه لك الحق منرجع لك مبلغك في حال حبيت ترجع عندك الحق بسترجاع المبلغ هون عم يكون عنا العائد مقابل السلع متغير ما فينا نتنبأ فيه وأيضا السلز انسنتيف عنا فيه حوافز للمبيعات فبالتالي عم يغير لنا المقابل مقابل السلع والخدمات عم يغير لنا الـ عم يكون فيه variable غير ثابت غير يعني not fixed consideration ليس مقابل أو عائد لهذا السلع والخدمات ثابت وأيضا prompt payment discounts اللي هو تخفيضات الدفع الفوري لما عنده خيار العميل أو الزبون إنه في حال دفعت الآن نقدا كاش أنت عم تحصل على قصومات فورية طبعا هذا بيؤدي أيضا إلى variable concentration أن نتغير عدم ثبات وأيضا الأضر uncensored of contracts priced based on the occurrence or non occurrence of some of future events في عنا أحداث مستقبلية uncensored غير ما فيها تأكيد ما فيها يقين نحن ما بنعرف ما سيصير ما فينا نتنبأ أحداث متغيرة هذا بتأدي أنه يكون العائد من هذه السلع والخدمات variable متغير إذن هنا المقصود هنا البنود التي ذكرنا هي ما يخص variable concentration إذن نرجع ونتابع موضوعنا إذن هذا ما يخص variable concentration هنا يكون عنا العائد أو المقابل للسلع والخدمات متغير وهون لازم الراعي أيضا time value of money القيمة الزمنية للنقود كما النالكول تختلف القيمة الزمنية من فترة إلى فترة في حال تضخم في حال ركود كساد إذن هذه تختلف أيضا القيمة الزمنية وأيضا the revenue recognized must reflect the price that a customer would have paid for the promised goods or service in the cash payment had been made when they were transfer to the customer إذن هذا المبلغ اللي نحن اعترفنا فيه كإراد يجب أنه ينعكس أو يعكس قيمة السلع والخدمات اللي نحن قدمناها للزبون سعر يساوي الخدمات اللي قدمناها and the cash selling price the cash selling price طبعا ريفين في عنا price سعر ما يخص السلع والخدمات هذا السعر بيعكس قيمتها لحي السلع والخدمات اللي نحن قدمناها للعميل إذن ثس the transaction price is adjusted for the effect of the time value of money when the contract includes a significant financing components نحن بنعمل تعديل لهذا السعر سعر العقد سعر السفقة اللي بدت ضمنها العقد عندما يكون في عنا طبعا في عنا أثر للقيمة الزمنية للنقود أثر للقيمة الزمنية للنقود وهذا بيضمن significant financing components significant financing components أي عنصر أو بند أو مكون تمويلي هام أوكي عندنا قيمة زمنية للنقود طبعا الآن حننطرق لها العوامل اللي بتأدي إلى أنه عندنا أنه يكون عندنا significant financing components يعني متى فينا نقول أنه عندنا مكون تمويلي هام أوكي and the amount of consideration to receive المبلغ طبعا الآن تمويلي هام أوكي أول عامل إذا كان في عنا difference بين فرق بين عميل 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 أشترم مني سلعة أو خدمة لكن من المتوقع أنه يدفع قيمتها بعد سنتين أو ثلاث سنوات هل ما أقول هل ما أقول أنا أعطي سعر مثل العميل اللي حيتفعلي الآن كاش نقدي الآن الحالي اللي حيتفعلي بعد سنتين أو ثلاث سنين هون هيكون في عنا time value of money هيكون عنا قيمة زمنية للنقود في عنا effect عنا أثر للقيمة زمنية للنقود إذن هذا ينتج عنا significant financing components عنا مكون تمويلي هام هذا أنا همول له همول له لسنتين ثلاث بينما أنا الشخص الثاني اللي حيتفعلي الآن هذا لا هذا بعطيه بحسبله بسعر مختلف ممكن للشخص اللي حيتفعلي الآن نقدا حسب له السلعة بقيمة 100 دولار واللي حيتفعلي بعد سنتين أو ثلاث ممكن حسب له 200 أو 250 دولار أنا عموله بالرياحة حيتفعلي إياها لبعد سنتين أو ثلاث سنين إذن هذا هو difference between the cash selling price اللي عم يتفعلي الآن نقدا اللي عم يتفعلي بحسب له إياها 100 دولار والشخص اللي لا هيتفعلي بعد سنتين ثلاث اللي حسبت له إياها 200 دولار إذن هون في فرق 100 دولار هذا هو difference between the cash selling price of promised goods or service and the amount of consideration to be received وأيضا من العوامل الثانية ننتقل الآن لبي the combined effect the expect time between the payment and the delivery of the promised goods or service and market interest rate وأيضا عنا الأثر ما يخص الوقت المتوقع بين الدفع والتسليم في زبون في عنا عميل الآن عم يدفع والآن عم يستلم في عميل لا عم ياخد السلع والخدمات وعم يدفع وبدو يدفع بعد سنتين وثلاثة إذن في عنا difference وفي عنا فرق بين الدفع والتوصيل دفع الخدمة ممكن يدفعلي الآن advance وقدم له الخدمة فيما بعد أو ممكن أنا أدم له الخدمة ويرجع فيما بعد يقدم لي يقدم لي المبلغ المستحق طبعا مثل ما قلت لكم أنا لح أرجع الشوحة مرة ثانية لكن لما ناخد المثال القادم إن شاء الله إذن the transaction price should not be adjusted for the effect of the time value of money if إذن فلن نقول إنه هذا السعر سعر ما من عدله أوكي السعر السفقة أو العقد ما بيتعدل ما من عدله ليعكس تأثير القيمة الزمنية للنقود إذا ما من عدله لحتى في عنا تأثير زمن للنقود مثل ما إنه لكن بهذه الحالات إحنا ما من عدله حتى لو كان في عنا أثر القيمة الزمنية للنقود أول حالة أوكي تقديم السلع والخدمات أوكي الفرق بين تقديم السلع والخدمات والدفع أقل من سنة أو سنة بالكتير سنة أو أقل أوكي قدمنا سلعة قدمنا سلعة وخدمة والدفع أقل من سنة حيكون بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة أوكي ما منعتبر في عنا time value of money ما بيكون في عنا ما منعدل السعر أوكي لحتى يعكس القيمة الزمنية للنقود وأيضا the customer paid in advance لازمون دفع عنا دفع مقدمة أوكي and the transfer of goods or service is at the description of the customer أوكي الزبون دفع عنا مقدمة وتوصيل السلعة والخدمات يحدد الزبون لاحقا أوكي حيحدد لنا يا موعده والله السلعة والخدمات بديها بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة المثال كمثال عليها is bill and home كمثال عليها bill and home contract in which the seller provides storage service for goods it's hold to the bayan عننا المثال bill and hold هون زبون دفعنا مثل ما إلنا advance أصدرنا بفاتورة ولكن نحن أبقينا السلعة والخدمات storage خزنا لحتى يطلبها الزبون ونزودوا فيها هو دفعنا مقدما أصدرنا bill and hold أصدرنا فاتورة واحتفظنا وأبقينا على هذه السلعة والخدمات لدينا وعملنا لها تخزين عطينا خدمة تخزين provide storage service for goods it's hold to the bayan للمشتري إذن خزنا نحن عنا لبضاعة وأصدرنا فاتورة إذن هذا كمثال على pay in advance وأيضا a substantial amount of the consideration promised is variable and it is amount or timing various with the future circumstances that are not within the contract of control of the entity or the customer إذن في عنا المبلغ الجوهري مقابل السلعة والخدمات التي نحن نقدمها يتغير العائد يتغير نتيجة أنه اختلاف الظروف الظروف المستقبلية طبعا هذه الظروف المستقبلية are not within the control of the entity or the customer هي ليست تحت سيطرة العميل أو الشركة لدينا لا نعرف الحالة السوق لا نعرف تغير الأسعار إذن هنا لا نحتسب لا نعدل السعر لا نعمل ل لا نعمل نعمل السعر لتغير لتغير في القيمة الزمنية للنقود إذن طبعا هنا أعطينا مثال حقوق المشيح حقوق الملكية في المبيعات لدينا حقوق ملكية فكرية بسلعة معينة لكن الظروف المستقبلية نحن نتكنترول ممكن تصدر قوانين جديدة يطلع قوانين جديدة أنه تكون مدة الآن نحن متوقعين أنه الحقوق الملكية مدتها 3 سنوات أو 4 سنوات ممكن يصدر قانون يكون مدتها 5 أو 6 سنوات إذن هاي أمور هذه القوانين هي ليست تحت سيطرتنا هي ليست تحت سيطرت الشركة وأيضا تحت سيطرت العميل وأيضا ما يخص الفائدة كدخل أو كمصروف إذن يتم إثباتها هذه الفائدة كمصروف أو كدخل بطريقة الفائدة الفعلية وأيضا وطبعا هذا العائد أو هاي الفائدة اللي اعترفنا فيها كإنكم هي يتم الاعتراف بها وعرضها بقائمة الانكم بشكل منفصل عن الإراد ما يخص العمليات التشغيلية في الشركة مثل خلنا نقول اثر ريفينيو إرادات أخرى تحققت نتيجة هاي الفائدة إذن الآن هناخد إكزامبل إكزامبل ما يخص الآن هناخد مثال على موضوع أنه في عنا عنصر تمويلها إذن في سنة الأولى year 1 BIF sold and transferred a machine to a customer بعت وزودت العميل بآلات for 583 200 دولار بقيمة 583 200 دولار that is Bible on December 31 year 2 هذا حيدفعلنا لبعت سنتين العقد وقعنا بالسنة الأولى أول السنة الأولى on January 1 حيدفعلنا بعد سنتين وأيضا أضر customers الزبائن الآخرين pay 500 thousand upon delivery of the same machine at contract in Spation عندنا زبائن ثانين يدفعلنا الآن نقدر ونقدم لهم سلعة المشين الآلة ب500 ألف دولار بينما هذا الشخص الذي نحن الآن موضوع لأنه سنزود لأنه سيدفعلنا السلعة والخدمة سيدفعلنا سعرها بعد سنتين أخذنا منه زيادة 83 ومائتين ثلاثة وثمانين ألف ومائتين كونه بعد سنتين بينما الزبائن الزبائن الثاني عم يدفعلنا الآن وعم ياخذوا الآن وعم نحسب لأننا نحب 500 ألف إذن هو في عنا عنصر تمويلي إذن the cost of the machine to BIF is 400 thousand التكلفة تكلفة الآلة تكلفة الآلة 400 ألف دونار إذن BIF determined that the contract includes significant financial components وهنا الشركة BIF اعترفت أنه هذا العقد يضمن عنصر تمويلي هم طبعا سيسدد لنا بعد سنتين وأيضا selling price 500 ألف بينما الconciliation من هذا الcontract 583 ألف طبعا أنا وعدكم أني أرجع للسلايد الثاني حتى يكون الشرح أكتر شايفين هون ذكرنا لحتى يكون عنا financial significant financial components يجب مراعاة العوامل التالي شايفين هاي الديفرنس هون الديفرنس شايفين 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 وأيضا لدينا السلعة والخدمة سنقدمها لبعد سنة لبعد سنة هاي هي بالمثال بالمثال شايفين بالمثال شايفين بين العوامل و التالي من المنزل المنزل أو المنزل لدينا أكثر من سنة لكن بالمثال أكثر من سنة لشنتين إذن في عنا هاي كل آياتها عوامل كل آياتها العوامل بتشير إنه في عنا لدينا عنصر تمويلي هام significant financing components إذن نتابع إذن الكونتراكت بيتضمن فائدة ضمنية بمقدار 8% كونه نحن عم نمول في عنا عنصر تمويلي هام عنصر تمويلي هام الآن حنشوف القيود المحاسبية طبعا بالجانواري وان يارز وان نحترف إنه لدينا ريفينيو اعترفنا بـ 500.000 ريفينيو وليس بـ 583.200 هون ملاحظة مهمة اعترفنا بـ 500.000 نحن بالعادة هاي منبيع السلعة بـ 500.000 لكن ما يخص 83.200 الآن هاي حنعترف فيها بالتدريج كل سنة و بسنتها ما يخص الفائدة اخرجناها إذن في year 2 إذن هاي الانتري ما يخص year 1 اعترفنا بالـ account receivable بالـ revenue وأيضا بتكلفة البضاعة المباعة وخفضنا المغزون الآن بنهاية السنة الأولى نعترف بالفائدة في عنا مثل ما موجود بالعقد اعترفنا أنه في عنا عنصر تمويلي هام والفائدة ذاكرنا هي 8% إذن اعترفنا الـ account 500.000 ضرب 8% بيطلع عنا 40.000 هذا 40.000 هي account المستحقة لأن مدينون واعترفنا طبعا بالـ income interest income إراد دخل من الفائدة 40.000 لكن إلى الآن لم تدفع لحيك وضعناها ضمن account receivable واعترفنا فورا بالـ interest income هاي بنهاية السنة القولة خلصنا أول سنة ورجعنا للسنة الثانية بنهاية السنة الثانية بدنا نعترف كمان عن عنصر تمويلي بدنا نعترف بالفائدة إذن 540.000 وضعنا الخمسمية وضفنا عليها الـ interest ما تخص السنة الأولى لهيك زارت 540.000 40.000 هي الـ interest الفائدة ما تخص السنة الأولى ضرب 8% أوكي يعطينا 43.200 اعترف طبعا إلى الآن لم يتفعل لهيك وضعناها ضمن account receivable بالمديون واعترف بالـ interest income بمقدار 43.200 زائد 40.000 يطلع عنها 83.200 حسنا الآن صار وقت الدفع لازم يتفعل المبلغ 500.000 زائد الفوائد حيكون مجموعة 500.000 زائد 43.200 زائد 40.000 هاته على التوتل عنا 583.200 هاد ما يخص الكاش أبضناهن خلاص والـ account receivable مجموعة مجموعة الآلة 500.000 والفائدة ما تخص السنة الأولى 40.000 والفائدة ما تخص السنة الثانية 400 sorry 43.200 إذن هاي مجموعة accounts receivable إذن هون القيد هاد خلاص سكرنا account receivable سدد لنا كامل المبلغ المستحق تها حساب account receivable إذن مثل ما شفنا مسألة شاملة واضحة ما يخص في حال كان عنا significant financing components في حال كان عنا عنصر تمويلها الآن لحن ننتقل أيضا إلى example ثاني لكن هاد الإجزامل في حال في عنا advance payments أيضا significant financing components ولكن في حال كان في عنا دفع مقدما عمينا بالمثال on january 1 year 1 Eva co received payment of 100 thousand of delivering of a machine to customer at end of year 2 مثل ما شفنا أبضنا دفع مقدما 100.000 دولار على أن نسدد له أو نقدم له الخدمة بعد سنتين يعني عطانا 100.000 ونحن سنسدد له بعد سنتين هاي المبلغ اللي عطانا هاي ضل بالخزينة عنا أو بحسابنا مما يترتب عليه فوائد عليه فوائد إذن تكلفة التكلفة الآلة اللي نحن بعناها 70.000 دولار إيفا تترمين بحساب المبلغ تكون شركة إيفا تقول أنه هذا العقد يتضمن أنصر تمويلها كونه سيعطينا الآن ونحن لبعد سنتين لا نعطيه السلعة والخدمة إذن هذا المبلغ اللي استلمناه 100.000 للأدفانس باستحق فائدة حسنا الآن لدينا معدل فائدة بعشرة بالمئة is an appropriate discount rate the following entries are recorded by إيفا الآن لدينا القيود الثانية من تخلص شركة إيفا بالسن الأول نحن استلمنا عطينا وضعناها ضمن الكاش استلمنا كاش ببت زاد لدينا النقدية الكاش وأيضا نحن لم تقدم الخدمة الخدمة لم تقدم بعد السلعة لم تقدم بعد إذن هي التزام لدينا لهيك وضعناها ضمن contract liability كأنها un-earned revenue كأنه إراد لم يحقق استلمنا دفعة مقدمة وإلى الآن لم نقدم السلعة إذن كأنها un-earned revenue التزام لدينا contract liability التزام علينا إلى أن نقدم السلعة والخدمة وأيضا الآن في نهاية السنة الأولى ديسمبر 31 ديسمبر year one نعترف بالفائدة نحن عنا موجود عنا مبلغ عطانا يا advance موجود عنا بالخزينة بالبنك إذن يستحق فائدة لكن هذه الفائدة كمصروف كمصروف إذن من اعترف من interest expense مصروف اعترفناها وأيضا contract liability التزام علينا هذه الفائدة لازم أن ندفعها في نهاية المدة يجب أن تندفع هذه الفائدة طبعا 100000 ضرب 10% ينتج عنها 10,000 interest expense لكن لم ندفعها إذن ضمن الحساب contract liability إذن هو التزام علينا obligation يجب سداد الآن بالسنة الثانية ديسمبر 31 year 2 نهايتها interest expense كمان نترف بما يخص الفائدة كمصروف صار لسنتين المبلغ عننا مبلغ عننا 100,000 صار لسنتين بالسنة الأولى استحق 10,000 وهو قيمته 100,000 فائدته 10,000 بالسنة إذن total 110,000 ضرب النسبة الفائدة اللي هي 10% إذن 11,000 11,000 هي contract liability التزام علينا obligation إلى الآن لم ندفع طبعا نهاية السنة الثانية الآن نقدم الخدمة نقدم له السلعة إذن الآن سنعترف بتكلفتها للسلعة المباعة من all cost of good sold وعاطنا من نص المسألة 70,000 ونخفض قيمة المخزون بمقدار 70,000 إذن الآن خرجت الآلة من مخازن وعترفنا بتكلفة الموضاع المباعة وإيضا الآن نعترف بالإيراد ما يخص العقد لهذا وضعنا contract liability بمقدار 121,000 100,000 هي قيمة الآلة و21,000 هي الفائدة عن الآلة لمدة سنتين خير لمدة سنتين أول سنة كان عندنا 10,000 فائدة والسنة الثانية 11,000 إذن 121,000 يظهر عننا في حساباتنا إذن هاي مثالين واضحين شاملين ما يخص الاسبسيفيك فانانسين كومبونانس الآن ننتقل إلى الـ نحن ذكرنا أول الدرس أول ما بدأنا شرح نحن الخمس بنود ما يخص الـ يعني مثل ما نحن نقدم سلع وخدمات لكن العائد المتوقع من هذه السلع والخدمات العائد النقدي متغير نحن ما عم نقدر يعني نعمل له استمات إذن إذا العقد يضمن عائد متغير وليس ثابت ما عم نعرف ما عم نقدر إذن تعمل استمات هنا على الشركة تعمل استمات تعمل تقدير لهذا العائد المتغير 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 لتعرض المتغير 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 لأخضر إذن هون لازم نعمل مثل ما نستمات ما يخص العائد اللي حنحصل عليه من تزويد للسلع والخدمات ممكن انه يتغير العقد أو السعر العقد يتغير يكون متغير المتغير 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 للأسباب التالية مثل ما حكينا من أبل حرجع عيد هون رفاون دو تو تو تا رايت أو رتين بروفايد تا كوستمر إله لزبون حق الترجيع رجع نقود في حال يعني بعد فترة وأيضا السلز انسنتبز في عنا حوافز للمبيعات عم تغير عم تعمل تغير بالكون عن عنا تخفيضات الدفع الفوري ادفع الآن وحصل على خصم 2% و3% وعنا حصومات على الكميات الكبيرة الحصومات على الكميات طبعا حلاخد الآن عليها مثال إن شاء الله مثلا كمثال عليها مثلا عندما توصل لكمية معينة 400 قطعة 500 قطعة 1000 قطعة حيصير سعرها مختلف الآن عمل بيعك فرضا 300 دولار القطعة سعرها 300 دولار لكن عندما تأخذ وتوصل لمبلغ معين وكمية معينة فرضا 1000 قطعة سعرها بدل 300 دولار 250 دولار أو 225 دولار إذن هذا المقصود بالValium Discount وأيضا لدينا أحداث مستقبلية هي يعني بتحدث بطريقة غير لا نستطيع التنبؤ بها غير فيها عدم يقين إذن كل هاي البنود الخمسة هي بتأثر بينتج عنها variable concentration بينتج عنها قائد أو مقابل الإستلاع والخدمات متغير الآن لدينا variable concentration is the estimated used using one of the following method إذن لحتى نقدر نقدر variable concentration العائد المتغير بنستخدم الطرق التالية عنا ثلاث طرق أول طريقة هي the expected value القيمة المتوقع مجموعة الكميات المرجحة الاهتمالية في نطاق مبالغ المقابل المحتمل يعني كيف يعني يعني فرضا في عنا ثلاث احتمالات احتمال اول احتمال اتنين احتمال احتمال اول احتمال قيمته 100 احتمال قيمته 250 احتمال قيمته 200 احتمال الاول نسبة حدوثه 30 فرضا والاحتمال الثاني 30 والاحتمال الثالث سيكون 40 40% لحتى يصير عنا 100% اذا 40% اذا هاي الطريقة مبنية انه الاحتمال الاول سعره بنضربه بنسبة حدوثه وايضا الاحتمال الثاني بنضربه بنسبة حدوثه والاحتمال الثاني بنضربه بنسبة حدوثه وحيطلع عنا نتيجة اذا هذا هو المجموعة هاي نتائج هي الـ ما يخص الـ اذا هون ومنحصل على القيم المتوقع اذا is the sum هي مجموعة of probability weighted amounts عم نضرب الامount ضمن الاحتمالية in the range of possible consideration amounts اذا this method may provide an appropriate estimate if an entity has many contracts with the similar characteristics طبعا هذه الطريقة هذه الميثود هي مناسبة عندما تكون للمنشأة العديد من العقود ذات الخصائص المتشابهة لها same characteristics خصائص متشابهة من استخدم هذه الطريقة عنا الطريقة الثانية ما تخص الـ estimated الـ الـ اللي هي the most likely amount الطريقة أكثر ترجيحا إذن is the single most likely amount هو مبلغ فردي أكثر ترجيحا من بين مجموعة من الاحتمالات مثل ما بالمثال قبل شوي خلنا نرجع نعيده عنا اول احتمال ثاني احتمال ثالث احتمال اول احتمال بمقدار 100 ثاني احتمال 250 ثالث احتمال بمقدار 200 اول احتمال نسبة 30 بالمية ثاني احتمال 30 بالمية ثالث احتمال 40 بالمية وحيك صار 100 بالمية اذا نرى اعلى نسبة اكثر نسبة احتمال هي الاحتمال الثالث 200 200 دولار ضرب 40 بالمية اذا هذا هو اللي نحن نحتسب اكثر احتمالية اكثر حدوث اكثر حدوث وايضا هو رقم واحد 40 بالمية هو الاحتمال الاكثر حدوث اذا is the single amount single most likely amount in range of reasonable consideration amount وايضا this method may receive receive performance bonds sorry sorry this method may provide an appropriate estimate if the contract has only two طبعا هاي الطريقة بتكون مفيدة وإلها جدوى لما يكون عنا احتمالين ممكنين طبعا هون عم يعطينا مثال يعني شركة المقاولات اللي عم تأدي عم تعمل المشروع إذا في حال أنجزت المشروع في الوقت المحدد لح تحصل على بونس هتحصل على مكافأة هتحصل على مكافأة في حال أدته وإذا ما أدت المشروع أو أنجزت المشروع بالوقت المحدد لن تحصل إذا في عنا احتماليين نختار الاحتمال الأكثر شيوعا احتمال أن الشركة أنجز المشروع بنسبة 80% بوقت المحدد و20% حتتأخر إذن نحن نختار النسبة الأكثر حدوثا الأعلى حدوثا إذن وأيضا قيمة الصفقة اللي بيتضمنها العقد لازم نعمل لك عند نهاية كل فترة نعمل لك أبديت نعمل لك تحديث الآن في عنا قيود قيود رفينيو from variable consideration recognized only to the extent that is probable that the significant reversal will not occur when the uncincerity associated with the variable consideration is subsequently resolved إذن في عنا الاعتراف الإراض طوالما هو متغير وفي عنا uncincerity حدوثا حدوثا عنا عدم يقين حدوثا يقين إلى أن ينحل موضوع العدم اليقين إذن في عنا طريقة تانية ما تخص طبعا نحن عم نتكلم هون عن طريقة تقدير الـ variable consideration عنا عائد مقابل الاسلاع والخدمات ما عم نقدر نتبع فيه إلنا عنا the expected value عنا the most likely amount وعنا الطريقة الثالثة اللي هي a value discount اللي هو الخصم على الكمية إذن الخصم على الكمية هو وعرض as an incentive to increase future sales requires the customer to purchase specified quantity of the goods or service to receive the discounts إذن هو نحن بنعمله لحتى نحفز to increase future sales ونزيد مبيعاتنا المستقبلية لحتى نحقق requires the customer to purchase specified the quantity لحتى الزبون يوصل لمبيعات معينة إلى كمية مبيعات معينة for future بالمستقبل طبعا هذا الـ value discount بيكون إلو أثرين إما retrospectively بأثر مستقبلي أو بيكون إلو أثر prospectively إذن إما retrospectively or prospectively إما أثر مستقبلي أو أثر رجعي طبعا نحن أخد مثال على ذلك on all goods purchase to the date إذن على جميع السلعة المشترى لحتى تاريخه إما بيكون إلها أثر مستقبلي أو أثر رجعي أو كي الآن حنتكلم عن الـ aprospectively value الأثر المستقبلي aprospectively value هو discount that provide material rights إلو حق ملموس للزبون إذا وصلت لهذه المبيعات لهذه الكمية من المبيعات إلك حق بهذا الدسكاونت to the customer is accounted for the separate performance إذن هو أداء التزام منفصل عقد يتضمن التزام منفصل إنك يا زبونا يا عزيزنا في حال أنت اشتريت من عنا وصلت لكمية مبيعات معينة من الآن هنبلش بأثر مستقبلي هنحسب لك السلع والخدمات بسعر مخفض كنت عم تاخدها ب400 دولار الآن هنحسب لك ب350 دولار أو 325 دولار هذا ما يخص البرسبكتفلي أثر مستقبلي لكن في عنا البرسبكتفلي الاثر الرجعي الاثر باثر رجعي اوكي شو هو البرسبكتفلي أول شي هو دسكاونتس هو خصم are accounted for variable consideration يعني خصم باثر رجعي لكن هو متغير في حال وصل له الكمية هاي لزبون وصل لكمية مشتريات معينة هيحصل عليه وفي حال نحنا عدم يقين كمية متغير متغير عائد متغير ما بنعرف هل انت عندك قدرة انك تشتري هاي الكمية ولا لا طبعا هناخد مثال الآن إذن آخر نحنا عدم يقين بسعر العقد كونه انه ممكن يوصل ممكن يوصل وممكن ما يوصل إذن ما يخص الـ Current goods sold is based on the accruans or non-accruans of the same future events. إذن ما يخص ممكن يوصل لهذه السلع للكمية أو ممكن ما يوصلها بالمستقبل. إذن ما يخص الـ Retrospectively Valium Discount يخص الـ Retrospectively Valium Discount لدينا شركة بارشيكا بارشيكا Co Manufacturers Wool Coats تبيع معاطف جاكتات شتوية في شهر 1 أكتوبر من السنة الأولى بارشيكا وقعت عقد لمدة سنتين وقعت عقد أنه ستبيع زبون جاكتات بقيمة الجاكت المعطف الواحد 200 دولار. حالة عن المعطف الـ Retrospective إذاً سيكون لدينا تخفيض بأثر رجعي في حال هذا العميل هذا اللي زبون اشترى وصلت مشترياته ل3000 دولار نحن نستمر نبيعك المعطف ب200 دولار هيك لتوصل ل3000 دولار إذا اشتريت لعنا وصلت مشترياتك من قبلنا 3000 معطف هون حنصير نحسب لك 150 دولار بأثر رجعي حتى اللي حاسبتنا عليهم من قبل 200 دولار هنرجع نحسب لك هون حسبة تانية ونحسب لك هون 150 دولار بأثر رجعي الآن تكلفة المعطف اللي عم تبيعه بارشيكا 80 دولار بارشيكا تترمين بارشيكا وعم تقول بارشيكا إنه هاي العقد اللي بيننا وبين هذا النزبون ما بتضمن ترى عنصر تمويلها الرجل عم يشتري منه وعم يتفعلنا ونحن ما بنعرف هل حيوصل ل3000 إذن في عنا وأيضا عننا يعني نحن ما عم نعرف العائد اللي نحن حنتوقعه من هذا النزبون هل حيوصل ل3000 كوت ولا ما لحيوصل ل3000 كوت إذن وأيضا ليس لدينا عنصر تمويلها إذن بارشيكا تقريبا أن المنزل المعطف لم يكن توجد 3.000 في الوقت العمل وبرشكة شركة برشكة شفتم من البداية يشتري 100 معطف قالت هذا الرجل لا يجاوز 300 معطف يعني لا يحصل على ديسكونت باليو إذن حسبنا للمعطف طلب 100 معطف حسبنا للمعطف بـ 200 دولار إذن القيود التالية سيتم تدوينها اشترى 100 معطف سعر المعطف 200 إذن 100 ضرب 220 دولار 20 ألف دولار أوضناهم كاش واعترفنا بالسيلز اعترفنا بالإيراد دفعنا فورا إذن ما في عنا تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة اعترفنا فيها فورا 100 ضرب 80 واعترفنا بأنه البضاعة خرجت من مخازنة تكلفة البضاعة المباعة بأنه 8000 وهي 100 ضرب 80 كتكلفة المعطف 80 دولار أعترفنا 100 أطعاء إذن أخرجناهم من مخازنة بقيمة 8000 دولار إذن The winter in year 2 was colder than expected بالسنة التانية كانت الشتوية مو مثل ما كنا متوقعين كانت كتير بردة إذن The customer purchased an additional 2200 quotes اشترى 2200 قطعة معطف إضافية أكورديناري برشكا was retrospectively reduced sorry إذن اشترى ب 2200 quotes 2200 قطعة وأيضا برشكا estimated قدرت that the customer would purchased more than 3000 شكلوا هاد لزبون حيشتري أكتر على ما يبدو حيشتري أكتر من 3000 قطعة إذن حيحصل على discount over the contract period خلال مدة العقل the price the price therefore was respectively reduced to 150 دولار إذن حنحسب له بأثر رجعي 150 دولار كنا عم ناخد منه 200 لكن ترى انتبهوا إلى الآن هو ما وصلت للتلاف وهو طلب الآن additional 2200 quotes وكان من قبل طالب 100 إذن total 2300 لكن نحن عم نتوقع في عنا estimated في عنا توقع مثل ما نكون شايفين كونه في عنا variable consideration يعني نحن عائدنا شايفين بالمثال في عنا variable consideration في عنا عدم تأكد عدم يقين أو في عنا تغير أوكي بالعائد عم نتغير عائدنا الآن 200 دولار ممكن بالمستقبل إذا وصل عم نتغير إذن في عنا variable consideration ممكن نوصل لل 150 إذن ويزف 기�لات ويزف المترجمى بالتوضع المختلفة التي يجب أن يكون تظهر في عام أول وعام أول وعام أولا عام أولا تنصنع 2200 قطعة ومن قبل طلب مئة قطعة وإذا نحسب له بأثر رجعي سيكون قيمتهم 150 150 150 150 دولار سيكون التوتال مجموع 345 ألف 2200 زائد 100 ضرب 150 سيكون المجموع 345 ألف لكننا في السنة الأولى عضلين منه 20 ألف 20 ألف اشترى 100 كوت إذا نطرح 345 ألف ونطرح منها 20 ألف كوننا نحن الآن جمعناهم بشكل رجعي نحسبها بأثر رجعي فمنطرح العشرين ألف يعطينا 325 ألف المفروض أنه يدفعنا 325 ألف طبعا كل هاد احتمالات هوا احتمالات استمتد أكل هاد هو احتمالات استمتد إذن إذن طبعا هذا المبلغ الفرق نحن نعتبره ليابليتي نعتبره التزام إلى أن يحقق أو يصل إلى المبيعات المطلوبة 3000 قطعة طبعا منشوف المترجمات 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 سنرى الآن القيود وهي اللي تشرح لنا الكلام طبعا الآن هو طلب 2200 أدشنا أوكي أوكي إلى الآن ما وصل ل 3000 لكن نحن متوقعين أنه يوصل ل 3000 قطعة نحن متوقعين أنه يوصل ل 3000 قطعة إذن نحن أبضنا 2200 لساتنا عم نحسب له إياها ضمن الميتين دولار 2200 قطعة ضرب 200 دولار إذن 440 ألف دولار هاي أبضنا أنت إليك حق بصير عنا بصير عنا بصير إليك بصير إليك لما توصل ل 3000 قطعة تعال حق تكلمنا وخبرنا أنه يا جماعة الخير أنا بدي تحسبولي مثل ما اتفقنا بالعقد على 150 دولار إذن أبضنا كاش 440 ألف 2200 كوز لكن نحن متل ما قلنا نحن متوقعين متوقعين أنه يكون في عنا أنه نحسب له إياها ب سوري أنه يوصل ل 3000 لهيك نحن عملنا كونتراكت لايبليتي بمقدار 115 ألف أي خفضنا وكأنه بيعنا إياها كأنه بيعناهن ب ب 150 دولار أوكي 150 دولار إذن وضعنا ضمن الكنتراكت لايبليتي 115 دولار والباقي 325 ألف هو سيلز ريفينو اعترفنا فيه كإراد اعترفنا فيه كإراد كيف حصلنا عليه كيف حصلنا على هاي النتيجة هون ذكرناها شايفين هون هاي وهي إنه هو اشترى أول سنة 100 معطف بالسنة الثانية أوكي ألفين ومئتين معطف أوكي ونحن متوقعين أنه يحصل على يوصل ل 3000 معطف إذن ضربناها 350 حصلنا على 345 ألف دولار لكن هو كان مسدد لنا بالسنة الأولى 20 ألف مثل ما لكم شايفين هون 20 ألف طرحناها من 345 ألف حصلنا على 325 ألف إذن هون اعترفنا ب325 ألف كاريفينو مثل ما لكم شايفين هون اعترفنا ب325 ألف كاريفينو طيب نحن أبضي منه مستلمين منه 440 ألف إذن المتبقي 115 ألف دولار هي مستخدمها لما يوصل إلى 3000 قطعة طبعا الآن بالسنة الثانية اعترفنا بتكلفة البضاعة المباعة بمقدار اشترى بيعنا بـ 220 قطعة تكلفة القطعة 81 دولار إذن 176 ألف هي تكلفة البضاعة المباعة وخفضنا الإنفنتور بمقدار 176 ألف الآن كما هو متوقع كما يتوقع كما يتوقع يتوقع المتبقي بمقدار بمقدار 1100 قطعة لا اشترى أخونا 1100 قطعة إذن أول سنة اشترى 100 ثاني السنة اشترى 1200 قطعة والآن 1100 قطعة إذن تكلفة 1400 قطعة إذن الآن هو يستحق الدسكونت وبأثر رجعي وبأثر رجعي إذن الآن سيأتي لعنا وقالنا يا جماعة الخير الآن أنا كملت الشروط وأستحق القصم على الكمية إذن هو اشترت 3400 قطعة وير بورشيس دورين الآن في الثري الثري قصم ريتروسبكتفلي ريسيفد دسكونت إذن هو الآن سيستلم دسكونت بأثر رجعي على كل المشتريات السابقة الآن كيف حتنحسب حنقول عنا 3400 قطعة 3400 قطعة دورين أول سنة 100 ثاني سنة 2200 قطعة والآن 1100 قطعة إذن 3400 قطعة ضرب 150 دولار 150 دولار ونحن كنا مستلمين منه من أبل من استلمين منه من أبل 440 وكمان بالسنة الأولى 20000 إذن منطرح المبلغ منطرح المبلغ هيتوقع 50 ألف هون نحن نحن بالسنة الثانية استلمنا 440 ألف صح ولا غلطة هي هون موجودة فوق 440 ألف وبالسنة الأولى استلمنا 20 ألف هون موجودة الآن نحسب له بأثر رجعي الآن خلال ثلاث سنوات طلب 3400 كوت 3400 ضرب 150 هنحسب هنطرح منهم اللي حصلنا منه خلال السنوات الماضية كونه بأثر رجعي إذن هتطلع النتيجة 50 ألف دولار 50 ألف دولار الآن نحن بدنا منك فقط ما يخص 1100 قطعة هنعمل لك عليهم دسكاونت بأثر رجعي إذن منعترف بالكاش مثل ما اللينا شايفين بالإنتري كاش 50 ألف والسيلز ريبيو 165000 165000 أوكي 165000 كونه 1100 قطعة اشتراها ضرب حسبنا ريها الآن 150 ألف طب استلبنا منه 50 ألف إذن في فرق 115 ألف 115 ألف هي هون في خطأ مطبعي هاي الـ الـ هو لازم يكون مكتوبة هون ضمن حساب الدبت إذن هدا المتبقي الآن هنستخدمه نحن عملنا بالسنة الثانية مثل ما لكم شايفين هون 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 سوري هون هاي هو سوري الآن هنستخدمه حيكون هون طبعا هون لازم نكتب المتبقي مية وخمسة عشر ألف لكن هي مطبوعة هون أنا بعتدر خطأ طباعي الآن هم نسجل وانتهى يعني إن شاء الله منعدلها واعترفنا بالـ الـ 50 ألف زائد 115 ألف إذن 165 ألف هو هذا الـ ومنفس الوقت اعترفنا هون مثل ما لكم شايفين أوكي بالـ تكلفة البضاعة المباعة المباعة طبعا نحن بعنا مية ألف ومية قطعة تكلفة 80 إذن الـ ما يخص 88 ألف هي وأيضا حفظنا الـ بهذا المقدار بمقدار 88 ألف إذن هذا ما يخص الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة إذن تناولنا ثلاث خطوات ما تخص الاعتراف بالإراد من العقود مع الزباع أوكي هنا المجموع لكل خمس خطوات تحدثنا عن وانحن البحث تحدثنا عن وانحن نتخص الخطوة الثالثة وانحن نتخص وانحن نتخص الخطوة الأولى حين نتخص الخطوة من تابع معكم بتمنى أنكم تكون استفدتم من هذه الدروس وبتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته